السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله يا شباب في مقطع جديد من لعبة Elden Ring طبعا تناولنا في المقطع الماضي الستات أو الإحصائيات اللي تميز كل شخصية من ثانيهم سكناها كل واحدة الحالها وفصلناها عشان نفهم وش الفروقات في الشخصيات فإذا ما شفت المقطع الماضي أتمنى أنك تشوفه وترجع تكمل هذا المقطع لأنه تفصلنا في الإحصائيات اللي تكون كل شخصية فإذا كنت فاهم التفاصيل هذي وش تعني مثل الفيقور والميند الـ Endurance, Strength, Dex والإنتليجنت والفيث والأركين وتكلمنا بعد عن ميزات كل كلاس لأنه بساطة إذا اخترت الكلاس الخطأ رح تصعب على نفسك اللعبة على الفاضي وإذا كنت فاهمها كلها حياك الله في شرح الكلاسات طبعا مثل ما قلنا يا إخوان العشر كلاسات هذه اللي رح نستعرضها في هذا اللعبة تندرج تحت أربع فئات عشان تسهل على نفسك يعني تشوف إيش اللي يناسبك من سلوب لعبك اللي هو الأول واحدة الفيزيكل أو القتالية والفئة الثانية اللي هي السحرية والفئة الثالثة اللي هي الهولي والفئة الرابعة اللي هي الهايبرد تقريبا فيه ثنين منهم اللي هو الهايبرد وراح نشوفهم بعد شوي اللي تحسون هم متوازنين يعني بين الكل أنك تلعب بالسيف يعني تكون سياف وساحر بنفس الوقت أول كلاس رح نستعرضه اللي هو الهيرو يا إخوان طبعا واضح من اسمه أنه مميز في القوة مثل ما تشوفون في إحصايات القوة عنده 16 وهذا يعتبر من أقوى إحصائيات القوة في اللعبة يعني باقي شخصيات ما بتلقى أحد عنده هذه القوة اللي تبدأ بـ 16 في السترينغ واللي يتيح لك حمل الأسلحة الثقيلة لأنها تعتمد القوة والأسلحة الثقيلة تقدر تطلعها بسرعة معروفة بدمجها القوي ولكن عيبها الوحيد أنها ممكن التلويح فيها شوي ثقيل عشان تكون فيه موازنة يعني في اللعبة مستحيل يكون عندك دمج مرة قوي وفي نفس الوقت التلويح فيه سريع فإذا اخترت هذا الكلاس لازم أنك تحاول توزن أو تعرف كم الفترة اللين ما تسقع ومتى ترجع ومتى تتقدم وكذا تبدأ توزنها بحيث تتمكن أنك تاخذ الأفضلية من هذا الكلاس ولكن برضو هذا الوقت المثالي اللي تفيدك فيه شخصية الهيرو أنك تتحمل الجلد حتى لو انجلت يعني على بال ما تسقع الهيرو عنده قوة تتحمل قوية لأن مثل ما تشوفون الـ Endurance أو قدرة تتحمل عنده عالية تقريباً 12 كانت يعني أمورك في السليم تجلد بالسيف وتتحمل الضربات على راحتك نوع ما فإذا كانت خطتك أنك مثلاً توصل Strength تبعك إلى 50 هذا الكلاس هو المناسب لك الكلاس الثاني هو المحارب أو البوريير أول نظرة لحصائيات تخليك تشوف الدكس يصيح اللي هو مثل ما ذكرنا سرعة الوقاء التعويذات والسحر واستخدام الأسلحة الخفيفة مثل الكتانة رح تبدأ بسلاحين تقريباً مع بعض يعني باليد اليمين ويسار تقريباً أنها تضرب بالأرون والألون فاسمه سكيميتار مخضرني سريع جداً في مهاجمة أهدافك وطبعاً واضح من اسمه أنها شخصية خفيفة وتسوي دج ومناورات الضربات وهروب منها بسرعة بهذه الشخصية ما رح تثبت في مكان واحد إذا تثبت في مكان واحد هذه نهايتك لازم أنك تم تحرك لأنك يا عزيزي رح تبدأ بدون أي شيلد يحميك فلازم أنك تفرفرك إذا ما تدلس ما تثبت أبد فالمفر الوحيد هو الدج للتجنب الدمج يعني باختصار لازم ما تثبت في مكانك أبداً في الفايت أو من ممكن أنك تستفيد من الحصان وتأخذه كإيجابية أنك تجرس تفرفر وتضرب من بعيد وبالمناسبة هذه الشخصية عندها ميزة تسمى العاصفة يمديك من خلالها ترسل عاصفة من الرياح تطير مباشرة نحو العدو مما يسبب لها دمج كبير يعني باختصار إذا ودك بشخصية خفيفة لطيفة سريعة وتوجهك إلى الأسلحة الخفيفة وتريد تطور الدكس بسرعة هذا هو كلاسيك طبعاً الهيرو والوريور اللي غطيتهم الحين والباندت اللي راح نتكلم عليه والفيقابوند هذال الأربع شخصيات أحسب حساب أنهم يندرجون تحت الفئة اللي هي الفيزيكل أو القتالية مثل ما قلتكم قبل شوية ممكن أن الشخصيات كلها العشرة تقدر تحطهم في فئات معينة فالحين أتوقع فهمتوا يعني وش قصدي أن تركيزهم كله في القتال أو الفيزيكل فالباندت مثل ما قلنا فيزيكل شخصية قتالية من أحصائياته تشير إلى الأركين الأعلى في اللعبة تقريباً هذا الباندت أعلى واحد في اللعبة من البداية أنك تحصل الأركين على هذا الرقم واللي يعني أن حظها رهيب في الأيتمات والدفاعات وممكن في التلويت فممكن يكون فيها أسلحة تعتمد على مستوى الحظ عندك يعني ما تطلعها إلا يكون عندك مستوى الحظ هذا ملف له وموصله نقاط عالية فإذا كان برضو توجهك إلى موضوع الحظ وودك تقوي هذا الجانب من الشخصية الباندت راح يناسبك جداً وملاحظة مهمة ذكرت في المقطع الماضي بذكرها لحين أنه يمديك أن تتغير بين الشخصيات حسب رغبتك أو في حسب الشيء اللي يودك تطورها يعني مش لازم أنك تبدأ بنفس الشخصية وتنتهي فيها ممكن أنك تغير الشخصيات حسب ما يناسبك المهم شخصية الباندت يبدأ بقوس عندك القوس وعندك الخنجر ودرع صغير ممتاز في الاندفاعات السريعة القوس لهجمات النطق البعيد طبعاً حتى وين تناقز يمديك ترمي الأسهم ولكن أحسب حساب أن الأنمي يسوون دج لأسهمك لكن برضو راح تستفيد منه إذا كنت مثلاً نوءاً ما ودك بالستيلث مود وكذا وتجي من وراه وتعطيه طلقة السهم كذا وتنييمه يعني إذا تحب هذا النظام نظام التخفي راح تناسبك هذه الشخصية لأنها تبدأ بأسهم وداقر لكن عيبها نحصائياتها متنوعة صعب شوي أنك تركز في بلد معين ونيجي للشخصية اللي بعدها اللي هي الفيقابونت أو المتشرد طبعاً هذه الشخصية الرابعة اللي حين ذكرتها وبرضو كلهم الفيزيكل أو القتالية تحت الفئة هذه طبعاً مثل ما تشوفون الفيقور أو الدم أو الـ HP عنده عالي مثل ما شرحنا في الإحصائيات المقطع الماضي فهذا يعني أكبر ميزة مثل ما تشوفون له أنصحك فيه إذا كنت جديد على لعبة عندها قوة وأسلحة ممتازة كبداية يعني مناسب جداً طبعاً راح تبدأ بسيف ودرع ورمح للدمج من مسافات بعيدة إذا كان في راسك تسوي بلد كواليتي اللي هو أنك تطور أحصائياتك أغلبها أربعينات في البراعة وتحمل وتوصل الـ HP حقك إلى خمسين هذا الكاركتر جداً مناسب كبداية ونيجي للشخصية اللي بعدها ألاوة هي البرزينر أو السجين طبعاً هذه من فئة الهجين مناسب إذا كان ودك تمكس بين استخدام السحر والسيف بنفس الوقت واضح من إحصائياته بعد في البراعة والذكاء يعني مزيج بين السحر والقتال السحر مهو بالفيث ونجي للشخصية اللي بعدها اللي هي البروفيت البروفيت هذا اعتماده كلها على الفيث عكس الشخصية اللي بعد شوي راح أذكرها اللي هو الأستروليجر هذا كلها سحر هذا الرسول أو البروفيت اعتماده كلها على الفيث تقريباً أقوى شخصية بالنسبة للهيل مثل ما شوون 16 فيث عنده يعني بيقدر يسوي مريكل من بداية اللعبة ولن عنده درع فيه تعويذة اسمها هوليلاند أو الأرض المقدسة تخليه يهيل نفسه والحلفاء إذا كانوا قريب منه فإذا ودك تلعب كهيلر وتطور السحر إلى خمسين هذا هو كلاسيك دمج قوي وهيل بنفس الوقت نجي للشخصية اللي ذكرناها اللي هو الأستروليجر الساحر معروف باسم الساحر وهذه الشخصية الوحيدة اللي تنطرح تحت الفئة السحر طبعاً هما يقولنا الفيزيكل والماجيك هذي تحت السحر وقبل شويل بروفت كان اللي هو الهولي لأنه يعتمد على الفيث والهايبرد برضو ذكرنا شخصية البرج زمر طبعاً الناس اللي ما يحبون القتال بالسيوف وميولهم للتعويذات والسحر شدقني بتفلها بهذا الكلاس في ناس يعني بالنسبة لهم ما هو بممتع القتال بالسيوف وودهم أنه يجلسون من بعيد كذا بالسحر وهس والف صدقوني يعني إذا كنت أنت تحب السيوف وتشوف السحر ماله داعي في اللعبة وتكره في ناس عكسك تماماً فهذه الشخصية راح تناسبهم ولكن مثل ما قلت ما راح تقدر تستخدم حتى اللونغ سورد بسبب السترينغ عندك ثمانية ولكن برضو يمديك تطوره مع الوقت حتى تتمكن من أخذ اللونغ سورد فكل شيء يعني مثل ما قلت لكم موزون لازم أنك تركز في الشخصية التي تناسبك ويمكن بس تقدر تاخذ الأسلحة الصغيرة مثل الداقر وبالمقابل راح يكون بإمكانك استخدام أسحار قوية من بداية اللعبة أسحار سحر من بداية اللعبة ولكن لا تنسى أن هذا أقل واحد في الهلف ويبالك تهتم في نقاط تركيزك وراح تقدر تتغلب على أعدائك ويفضل أنك تستخدم الحصان لسرعة المناورات والاستفادة الكاملة من اللونغ رينج دامج ونجي للشخصية اللي بعدها اللي هي الكونفسر الكونفسر أو المعترف طبعا هذا يندرج تحت الفيث أو الهولي يتشابه كثير مع البروفيت بما يخص الأسلحة ولكن أفضل بأربع مهارات مثل ما تشوفون في البراعة لكن إذا كنت تريد تلعب سياف و فيث بنفس الوقت هذا الكلاس مناسبك يعني سياف و فيث فيه كذا مكس خفيف بينهم يعني نوعا ما برضه يمكن أنه يندرج تحت فئة الهاي برد لأنه عنده السترينكث و الدكس و شوية فيث فإذا أنت لا ناوي تلعب مستقبلا ببلد سياف وبفات ميركل هذا هو الكلاس الأنسب لك ونجي لشخصية اللي بعدها ألا وهي الساموراي الساموراي هذا أخوان كلاس قريب جدا من الفيقابونت ولكن دفاعاته جدا قوية و سلحته جبارة كبداية يجيك الساموراي هذا بسلاحين اللي هم القوس و السيف اللي هو اسمه كتانا و برضه هذا كتانا موجود في داينك لايت والأسهم عندك نوعين النارية و العادية و فوقهم عندك درع الشوكة الحمراء و واضح من إحصائياته أنه واحد من أعلى البارئين في اللعبة 15 نقطة ديكسترينرتي أو البراعة مما يسمح له باستخدام الأسلحة الخفيفة بسهولة فأكيد أنصحك فيه إذا كنت متوجه إلى اللايت بيلد والكلاس الأخير والأسوأ بينهم بالنسبة لي الريتش أو البائس هذا اللي يتميز فيه مدري إيش أقول لك لكن يعني تبدأ لفل واحد و كل ستات عندك عشرة لفل واحد يعني ما في سبب يخليك تختارها إلا لو كنت حرفيا تريد تركز على نوع محدد جدا من البلد وما تستخدم غيره يعني في النقاط خلاص تركز على شي معين أو إذا تريد تتحدى نفسك ممكن وتختم اللعبة بلفل واحد أعرف هذا الشيء راجع لك لأن لمانا يعني ما عنده أي شيء حتى يرجل ملابس ما فيه فبس هذا كان مقطعنا يا أخوان أتمنى أن نال أعجابكم ولو فيه واحد طلع منكم فايدة أتمنى أن تضعوا لايك وتأخذوا لفح الأغناية شوفوا المحتوى الثاني وشرفوني بالاشتراك وفعلوا جرس التنبيهات شوفون تنبيهات الشروحات الجاية وشوفكم إن شاء الله على خير المقاطر الجاية لا تنزلزل والسلام عليكم اشتركوا في القناة